السلام عليكم ورحمة الله أهلا ورحمة بكم مشاهدي قناة البروف ليرنينج في الفيديو دوة هشرح معنا الزاوية وهقول لكم ايه هي انواع الزاوية وازاي نقدر نفرق ونميز ما بينهم فيلا بينا في البداية الزاوية هي عبارة عن اتحاد شععين ليهم نفس نقطة البداية او الرأس فزي ما انت شايف كده ان الشعاع صادسين والشعاع صادعين اتحدوا مع بعض من نقطة البداية واللي هي هنا صاد وكونوا لينا زاوية واللي هي ديت وطبعا بنقدر نقرأ الزاوية دي بتلت طرق يأما نقول سين صاد عين او عين صاد سين او نقول صاد وبنعبر عنها وبنكتبها بالاشكال اللي ظهرها قدامك ديت وبنرمز للزاوية بالعلامة ديت وقياس الزاوية بيكون عبارة عن مجدار الانفراج الموجود ما بين الشعاعين زي ما انت شايف كده وبتكون وحدة كياس الزاوية هي الدرجة وبنرمز ليها بالرمز دو وخد بالك ان لو الشعاعين ما كانوش بدقين من نفس نقطة البداية فاستحالة يكونوا لينا اي زاوية يعني الشكل اللي قدامك دوت ما بيعبرش عن اي زاوية والزاوية بيكون ليها ستة انواع وهما الزاوية السفرية والزاوية الحدة والزاوية القائمة والزاوية المنفرجة والزاوية المستقيمة والزاوية المراكسة فبالنسبة للزاوية السفرية فهي عبارة عن زاوية قياسها بيكون سفر درجة وبيكون الشعاعين المكونين للزاوية منطبقين على بعض زي ما انت شايف كده وبيكون امثلة الزاوية السفرية في الحياة موجود في ساعة الحائط لما تكون الساعة 12 بالضبط لان عقرب الساعات والدقائق بيكونوا منطبقين على بعضهم اما النوع التاني فهي الزاوية الحدة وهي عبارة عن زاوية بيكون قياسها اكبر من سفر درجة واقل من تسعين درجة يعني بيكون قياسها اي عدد موجود بين السفر والتسعين زي التمانية او الخمسة وعشرين او الاربع واربعين او السبعين او حتى كمان 89 فكل قياس من القياسات دي بيعبر عن زاوية حدة وبيكون الشوعين المكونين للزاوية الحدة بنفس الشكل اللي ظاهر قدامك دوت وبيكون امثلة الزاوية الحدة في الحياة موجود في ساعة الحائط لما تكون الساعة 2 بالضبط لان في الحالة دي بيكون عقارب الساعة بتصنع زاوية قياسها 60 درجة او حتى كمان في شكل ببرجل وهو مفتوح بالشكل اللي ظاهر قدامك دوت او حتى شكل المقص وهو مفتوح بالشكل اللي قدامك دوت فكل شكل من اشكال دي بتعبر عن زاوية حدة اما النوع الثالث فهو الزاوية القائمة وهو عبارة عن زاوية قياسها بيساوي 90 درجة بالضبط وبيكون الشوعين المكونين للزاوية القائمة متعمدين على بعض زي الشكل اللي قدامك دوت وبيكون امثلة الزاوية القائمة في الحياة موجود في ساعة الحائط لما تكون الساعة 3 بالضبط لان في الحالة دي بيكون عقارب الساعة بتصنع زاوية قائمة ونشوف برضو الزاوية القائمة في تقامد الحائط مع الارض زي الصورة اللي ظاهرة قدامك دي نروح بقى للنوع الرابع واللي هو الزاوية المنفرجة وهي عبارة عن زاوية قياسها بيكون اكبر من 90 درجة واقل من 180 درجة يعني بيكون قياسها اي عدد موجود بين 90 وال180 زي 91 او 100 او 115 او 147 او حتى كمان 178 فكل قياس من القياسات دي بيعبر عن زاوية منفرجة وبيكون الشوعين المكونين للزاوية منفرجة بنفس الشكل اللي ظاهر قدامك داو وبيكون امثلة الزاوية منفرجة في الحياة موجودة في ساعة الحائط لما تكون الساعة 4 بالضبط لان في الحالة دي بيكون عقارب الساعة بتصنع زاوية قياسها 120 درجة اما النوع الخامس فهو الزاوية المستقيمة وهو عبارة عن زاوية قياسها بيساوي 180 درجة بالضبط وبيكون الشوعين المكونين للزاوية منفرجة على استقامة واحدة زي كده وبيكون امثلة الزاوية منفرجة في الحياة موجودة في ساعة الحائط لما تكون الساعة 6 بالضبط لان في الحالة دي بيكون عقربي الساعة على استقامة واحدة زي كده نروح بقى للنوع الاخير وهو الزاوية المراكسة وهي عبارة عن زاوية قياسها بيكون اكبر من 180 درجة واقل من 360 درجة يعني بيكون قياسها اي عدد موجود بين ال180 وال360 زي ال185 او ال218 او كمان ال300 او حتى كمان 359 فكل قياس من القياسات دي بيعبر عن زاوية منعكسة وبيكون الشوعين المكونين للزاوية منعكسة بنفس الشكل اللي ظاهر قدامك دوت وبيكون امثلة الزاوية منعكسة في الحياة موجودة في ساعة الحائط لما تكون الساعة مثلا تمانية بالضبط لان في الحالة دي بيكون عقارب الساعة بتصنع زاوية قياسها 240 درجة وكان كنا عرفنا ايه هي انواع الزاوية الستة وازاي نقدر نميز ما بينهم في النهاية اتمنى ان يكون الشرح كان واضح وبسيط ولو في اي اسئلة اكتبها لي في التعليقات اشوفكم على خير مع السلامة